هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتن زعيم الكورية الشمالي كيم جونغون بمناسبة الذكرة الخامسة والسبعين لتأسيس النظام في بيونغ يانج داعيا إلى تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية على كل المحاور على ما أعلن الكريمبلين السبت وقال بوتن في برقية تهنئة إلى كيم أنا على ثقة أننا بفضل جهودنا المشتركة سنواصل تعزيز علاقاتنا الثنائية على كل المحاور بحسب تعبيره وأضف بوتن هذا يتماشى تماما مع مصالح شعبين ويساهم في ضمان الأمن والاستقرار في شبل جزيرة الكورية وشمال الشرق أسيا